اشتركوا في القناة والحوار بين مختلف الأديان وأضف عبد السلام أن إقامة مملكة البحرين مثل هذا التجمع يؤكد على الأخوة بين الشعوب والتعايش الإنساني المتواجد فيها الحقيقة أن هذه الزيارة التاريخية المشتركة التي يقوم بها الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين مع قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاتوليكية بناء على الدعوة الكريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله تمثل رسالة أمل لكل الشعوب ليس فقط للمنطقة ولكن لكل شعوب العالم هي زيارة تاريخية بحق وفي مكان مهم في المنطقة العربية ومنطقة الخليج وهي مملكة البحرين العزيزة وهذه الزيارة الحقيقة ليست فقط زيارة رسمية أو زيارة بروتوكولية وإنما أيضا هي زيارة مرتبطة بموضوع هو من الموضوعات المهمة للعالم كله والموضوعات المؤثرة في تاريخ وفي حياة الشعوب وهي مسألة حوار الأديان حوار الأديان والثقافات هو أكبر تحدي لتحقيق السلام الإنساني لتحقيق التعايش لتحقيق الأخوة بين الناس ولذلك تأتي هذه الزيارة محطة جديدة من محطات الأخوة الإنسانية والتعايش الإنساني التي بدأها شيخ الأزهر مع أخيه البابا فرانسيس منذ فترة من الزمن